اهلا بكم اليوم سوف نقدم لكم كيف سوف نقصوها دبعوا معايا للاخر هنا هاي الجاجة نحيولها لستيك من هنا هذه في البداية حلوها هكذا تكون شوية جامدة اول شيء سوف نقصوها جوالح تحرنا هنا هادم وبعد بش نديرو نحيول الشحمة هادي ونزيدو نروحو للرقبة نحيو هذه الرقبة لانها يعني مضرة يقولوا انها مضرة مهم نحيوها احنا بعد وش نديرو نحلو هنا نحلوها هاكذا بش نحيو هادي الليل داخل هادم العرق نحيوه ثاني هاهو نحيو نحلوها هاكذا نحلو نحلوها برقبة ما سوف نقصوها الآن سوف نقصوها وقالها يبهد من ريش تحليكينا من نحيوه يعني يروح نمها بتشواط هي المفروض انك لو ما كنتش راح تسلخيها تشوطها احسن ومباعد نقي الباقي يعني يجيك اسهل واسهل يعني تشوطها كاملة هنروحوا نشوطها ونرجعوا هنا هاي تجاجات عنا بركاء نشوطها هاي بشعر كامل دور كي يتحرج لازم تشوط باش كل شي يروح هكذا نقلبه هاي بشعر جهاز تنسى الناب اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة تجد شعر كامل هذا الشعر الكامل يحرق كيف يكمل هذا الشعر الكامل هنا كملناها وشوطناها ماذا سوف نضيفها نضيفها بخل نضيفها نضيف الملح 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 ثلاثة ثقائق ثلاثة ونرجع كيفية نقصوها يعني كينا نقصوها كما هكذا بعد نشلوها ونبعد نشوفو كيفية حين نقصو الدجاجة هنا كيفية كمنا تشواطع الدجاجة أول ما نبدأ نبدأ بالفخاد نبدأ بالفخاد بالمفصل تلقي الفخد بعد تحكمي قصي يخرج لك المفصل قصي هنا ونقصوها 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 قصوها ونقصوها 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 كيفية ثم نضيف جناح نضيف جناح نضيف جناح سمتسر ثم نضيف جناح نضيف جناح سوف نقوم بتنحي سدر واحد و الراقبة نقوم بتنحي سدر واحد و الراقبة نقوم بتنحي سدر واحد سوف نقوم بتنحي سدر واحد و الراقبة نقوم بتنحي سدر واحد و الراقبة نقوم بتنحي سدر واحد و المستيعك مستمرها نقوم بتنحي سدر واحد و اقوم بتنزل واحد و شربة واحد كل مرة كيفين هنا تنحي هذا لأن هذا هو دجاجة تفزل من هنا يعني هنا يجب أن يتنحى هذا لا يبقى في الماكلة تنحيه تنطيه يجب أن تبقى فارغة أخبرت تنطيه يجب أن تبقى فارغة يجب أن تكون هنا نحيه هاتي الشحمة كاملة نحيه ونهار واخر نعطي لكم كيفية تسلخي الجلدة لأصحاب اللي بيحبوش دهون تاع الواحد الدجاج اهي هنا هاو يدين هاو يدين هاو مصافيين هنا ما تجاي فيهم حد شي احنا الفخد تحبي تقصيه وقصيه على اثنين يعني كيعود كبير كيعود لك الفخد كبير كي معها تقصيه على اثنين ها هو يعود لك هذا الفخد على اثنين مقصوص نرجعو بعد ما نخسلوها نرجعو نشوف كيفية هنا كمنا ارسلنا جاج دعنا هاو القطاع دعنا كيفية تحبي دار الجوانح اهم الفخودة ها مع ربعه يعني هذه القطاع انتم بعد تخبيهم في الاكياس يعني اه الكيس اللي تخبي فيه اصدر كيس تخبي فيه الفخد كل واحد تحطيه في كيس داعه ويكون سهل عليك الاستعمال نتمنى انكم استفدتم وله اللقاء موسيقى